أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدعم الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر لمصر لتمويل أربعة مشروعات بقيمة تقترب من 297 مليون دولار وذلك بهدف حماية السواحل الشمالية وتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة لمناقشة عدد من ملافات التعاون وفي سياق المتصل أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة الدورة المرتقبة السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ مشددا على أن مصر ستواصل الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في جميع مسارات المفاوضات من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر على ما تمثله مصر من أهمية كبرى في مجالات عمل الصندوق مشيرا إلى أن مؤتمر كوب 27 يمثل فرصة لمصر لعرض المشروعات التي سوف تتبناها خلال الفترة القادمة والحصول على التمويل اللازم لها